من أول يوم طلعنا من بيتنا هذا وروحنا عند بنتي التانية اللي يرحمها استشهدت إياه وزوجها وولادها في عشرة رمضان التانية استشهدت وكنا نتنقول من بيت لبيت من بيت بنتي هذه لبنتي التانية وفي الآخر رحنا عندنا سايب ابني الكبير ناهد في الصحابة صار اشتياح للصحابة جينا نطلع من الصحابة صرنا نتصل عليه أنه ما يجيش عندنا كان هو عندنا سايب وعند دار الشرفة أنه ما يجيش عالصحابة صار إيش الاتصال فيش الاتصالات بالمرة انقطع الاتصال كان بحاول على البرندة يلقط إرسال عشان يعرف وين أهله كان بدور عليهم قبل بيوم طول الوقت هو بدور عليهم بدور عليهم مش عارف يوصل لهم طول الليل هو برن 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 ما نمش طول الليل وصح الصبح رح على البرندة أخذ جواله وجوالي عشان يحاول يشوف الإرسال فش وكان يومها كتير القصف في المنطقة كتير قوي نحن طالعين من منطقة صعبة كان القصف فيها شديد محمد يعني كان في هذاك الوقت بدور علينا وبحاول إرسالنا ما تمكنش إنه يصل إلنا فأخر محطة كنا عاديين فيها اللي هو بيت في الصحابة لنا سايب أخوي الكبير عاديين فجأة بأمان الله إلا السواريخ صارت عشوائية والقذائف وشكل جنوني كان قبل بيومين جاي يعني يزورنا ووعدنا إنه بدو يجيب ابنه ويجي عنا يعني يقعد يوم حتى أنا وابني ركب ابني الكبير في سيارة وأنا ركبت معنا سايبه ونقطع الاتصال صرنا ندور مين هذا مع مين لأنه كان الاشتياح في الصحابة صعب عالآخر صار شهيد في نفس في البيت اللي إحنا كنا فيه وطلعنا يعني بعجوبة يعني الدب كان كله على الطوابق العالية وعشوائي كان صار هو حنون كتير معرفش ينام الظروف إحنا يلا يلا عرفنا نصل المنطقة هو مرتين رايح الشفاء يدور علينا الجيران صاروا يحكوا لنا وجرايبنا وصلونا رسائل وبعد استشهادوا بقى كم يوم الرسائل إنه أنتوا وين أنا بدور عليكم وين أنتوا بدور عليكم فجأة صارت الهوة تقرب أكتر علينا تقرب أكتر علينا في هوايا سمعنا صوت إزاز بتكسر وردل قلنا خلص إحنا بدنا نطلع من المكان نعرفش إنه محمد متصاوب أو مستشهد كله بينادي عليه محمد تعال بدنا ننزل يا محمد تعال احمل ابنك عشان بدنا نطلع من المنطقة صار القصف عنيف كتير وين محمد؟ ما لمحمد بردش اللي هم بينادوا علي بيقولوا لي يا أسيني محمد متصاوب هو كان في برندة المطبخ طالع من الهادة بترنح أبويا حمله أبويا شهيدة تاني أبويا حمله صار يقول له يا محمد رود سمعنا لو محمد حط إيده على رأسه قاعد يترنحه ومال على إيد أبويا بعدين عرقبته كان جاي شزايا في رأسه وفي رأبته جاي في المأتب صار محمد يطلع دم 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 وطلع في الرؤى هذا كله قبالي وقبال ابنه لعمره 19 يوم وكل اللي الصغار اللي كانوا موجودين كله قعد هذا المشهد كله كان قبالهم صار أبويا يقول له أول أشهدوا أنا لا إلهي إلى الله وأشهدوا أن محمد رسول الله وهنا منطلع مش مصدقين كيف عمالك كنت لسه معايا عمال بستك الجكيتة ابن أختي تصل فيها قال لي أنه في محمد إجاء إصابة وبنزف فحاولنا نعمل الإتصالات نشوف يعني إيش اللي صار كان إيش صعب يعني الإتصالات كانت صعبة ما فيش ربع ساعة أو تلت ساعة تقريبا توصلنا لخبره هيكد اللي هو إجانا خبر إنه محمد يستشهد كان الخبر يعني هيكد صعب وفوق من واحد إنه يتصوره يعني ما عرفتش يعني كيف بده أوصل الصورة لأهلي اللي وليدتي كانت معايا وخواتي فأخو اللي تلقى الخبر ماردش يحكيني إيجاني ابن بنتي بيحكيني مش عارف ما الخالي بعيت بيبكي خالي طلعت أشوف اركبت السيارة صرت فكرت الدار صرت هو كان إيش باستمرار يجي على الدار أقول له سيبك من الدار يا محمد يشيلك في الدار تضلقاش تروح يقول لي لا الدار صرت بس حاسة أحكي يا رب ما يكوني محمد خشيت ولا تدروح أصلي الضحى يا رب ما يكوني محمد خشيت لأخوته لخواته أقولهم يا رب سيده وما يكونش محمد يا رب ما يكوني محمد يا رب بتكون الدار وما يكونش محمد إلا هو بتوضى إلا سميت خواته طلعت أجرب حافية ولا لابسة ولا في الشارع بدي أصله فيش لا يمكن أنا بدي أشوف ابني خلص طخ مش طخ كان الوضع سيء على الآخر لاحقني ابني في السيارة قاعدين بنفكر طول الليل الأنوية بدنا نخدهم عدار فلان ونزبط لهم إياها عدار خالب نروح على مكان هو بيدور وبيكلم أصحابه تسعة سعوين بدو يقعد أهله بس يعتر عليهم بالآخر هيك وهو بيكلم فيش إجاد تشازية في رقبته وقاعد يطلع في الروح أنا عدا بتطلع كيف كيف حبيبك كيف المشهد هذا بدو يروح من زكيرتي وهو قاعد بيطلع في الروح بعدين بقول لا قاعد تكذب عنايا لا ام حمد فيش في إيشي رحت ورجعت علي إجيت جنب راسه بدي أشوف بدي بس هيك طمن إنو فيه لسه نفس عبل ما هما بدهم هيهم يخدوه على المستشفى مزلت هيك جنبه بدي أشوف نفسه لقيت عنايا قاعدين بتطلعوا عالثما قولت عنايا سبقت طلعت تشوف مع روحه عنايا إن شاء الله وعدت أقول يا رب يكون قاعد بيشوف مقعده في الجنة يا رب يكون قاعد وشايف مقعده في الجنة هنا هنا تأكدت إنو محمد خلاص استشهد ما فيش يرجع فيش رجع لسه لسه ما فيرحش ولا على ابنه لسه ما مكملش سنتين عريس في هاد اللحظة أنا ما كانتش اللي غير أخد والدتي واخدت والدتي وروحنا على المكان اللي فيه محمد مستشهد اللي هو في بيت عمي أول ما شفته أنا ما استدقت إنو مستشد يعني كان مرقى هيكد وممدد ما فيش الإصابة فيه جاية فرقبته صرت أنهدي عليه ما تحملتش يعني هداك الوقت أو المنظر كان الإشي صعب جدا جدا علينا لأنه هو مش أقوه ياه هو ابني كان إيش زي الملاك نائم هدا ابنه كان تسعة عشر يوم هيه يحكي يا تاتا هو محمد تربى يتيم كان عمر عشر سنينة ما توفى أبوه وهي ابنه بتربى يتيم برضو بسئله ربنا ربنا بنساش حد تسعة عشر يوم كان عمره ما في رحش لسه ولا عمله يعني نفسه كان يعمل له عقيقا يعمل له أسبوع يعمل له أبوه بسيارة شغلت السيارة ويجيت يعني بمسرع ايجيت من جباليا ايجيت على السدر هان عند دار عمه فلاقيت محمد نايم على الأرض لقيت أمه جنبه وناهض أخوه جنبه فأنا ما تخيلتش لما شفت إنه هذا لما شفت هذا المنظر شفت محمد نايم على الأرض مش هذا صاحب اللي أنا اللي بستنى فيه اليوم الصبح إن مثلا أنا أتلاقي أنا وياه فأنا سعيتها نهارت نهارت مش قادر أقف لما شفت يا محمد يا صاحب يا صاحب يقوم يا صاحب ليش هيك يا صاحب لمين سبتني الحنون الحنان كله أنا قلبي انحرق ظهري انكسر عيني اللي بشوف فيهم راح الله يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلبنا اللي بيهون عليه الواحد إنه عند ربنا والاعتراض على حكم الله الله يرحمه أنا وقتها وقتها تيتمت للمرة الأولى كان هو إلي أبو وكان إلي أمو وكان أخوت وكان الصاحب وكان الأخ وكان أكبر سند في حياتي تعلقت فيه كتير 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 في الحرب هادي كمان غير الواحد قدش كان يحبه في السلم إلا في الحرب صار يحبه أضعاف لما تشوف خوفه عليك وحنيته وطيبته على كل اللي حواليك مش بس عليك كان عزيزي كتير علينا يعني إيش أحكي لك منقدرش نعطيه وصف كان في يعني طبيعة هيك فيش أكبر من يوم هيك بمرش يعني يوم إلا بتصل علي بطمئن كيف أنت كيف لولاد خاسس عليك حاجة ما يحسس كاش إياها بإشي لو أنت ترقص عليك إشي يعطيك إياها كان مصدر للعطاء كان يعني يحس إنه أنا مثلا خلص مخنوقة سواء أنا أو واحدة من خواتي يعني يعني هو حنولي كتير لدرجة كبيرة إيري مثلا تعالوا إيش زهقانين يلا طشوا على البحر يلا إركبوا يلا اليوم عزمكم عندي اليوم يفجئنا هيك إيشي مثلا هوا ماشيين في السيارة ينزلنا على أي مول على أي حاجة أنت يعني نفسك فيها كان أحكي لك يعني إيش المصبح العجيب محمد مشهور في كل المنطقة في خدمة الناس وفي الكرم وفي الوقوف جنب الناس في الأوقات الصعبة في الأفراع في المناسبات بتلاقي محمد محمد إنسان كتير كويس ملتزم مؤدب محترم محبوب يعني نايل محبة الناس كلها كل الناس بتحبه كل الناس بتحترمه إنسان شغيل الله يرحمه يعني قطع فيها كتير كان يشوف في عينين أي حدا شايفه إذا شافه في عينين محتاج إشي عايز حاجة والله بدون ما يطلب اللي قباله إلا كان يدي كان يحاول يشوف إيش محتاج يعمل لك فجأة زي هيك والله غزة خسرت أحسن شب في شبابها في يومها بس مش خزارة في ربنا إحنا عارفين ربنا اصطفى وهو هالأي تاني ياله عند ربنا وإن شاء الله يارب يكون مجبور الخاطر وبتنعم في نعيم الجنة إحنا رضيين ومسالمين والحمد لله ع كل حال بس فراغه كتير صعب كتير كتير صعب والله الحياة صعبة تمشي من غيره محمد تربى يعني يتيم يعني أنا كنت زي أخول كبير وفي نفسه بقيت بارده مش عارف يعني لحتى الآن ما تعملت في يوم إنه يجي خبر بالصورة هذه إنه محمد يستشهد لسا اللي زي وشب إجاء كان مولود مالوشي وسبوعين وفاة أخويا محمد كسر قلبي وضهري وحر على حر على نفسي يعني طول الحياة هو هو مصدر للعطاء والحنان فليجبر الله كسر قلبنا بسعادته في الآخر ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ابني وبنتي وجدة حفيدين وحمد شهيد وخالد شهيد وعمد ثلاث شهداء ومرت عم شهيدة يعني الحرب هادي دوقتنا كتير 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 مرارة شفناها بنتي كانوا نايمين ساعة انتين في الليل انقصفوا في عشرة رمضان شف هالشعور إنما يكون الإنسان نايم كيف ما يجي صاروخ منهان وصاروخ منهان انهدت الدار عليها جوزها طار أولادها طارو حسبي الله ونعم الوقيت الله يرحمهم يا رب اللي كان يحبه كتير أبويا اللي مات على إيده لحقوا بعد شهر لحق راح عند حبيبه برضو نزل صاروخ علينا بقلب الدار اللي كنا فيها كان يقول هذا ابن التاني على ابن محمد على حفيده قال أنا هذا مش هسيبه أنا هكون كفيله أنا بدي أحفظه المصحف أنا بدي يعني أكون إله إيش ما يحتاج مش هقصر عليه بحاجة وهي التاني راح راح عند حبيبه الله يرحمهم يا رب ويتقبلهم هيك شهده يا رب يجعل مثوىهم الفردوسة الأعلى الله يصبرنا عفراءهم ويرزقنا أجر الصابرين يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة